في بالي يبقى هذا مجرد رأي لست ملزمين به فيما يتعلق موضوعنا اليوم كنت تكلمت حول العلاقات الجزائرية فلسطينية وتكلمنا على كين هناك أوجه التشابه يعني مش تشابه ولا تطابق مئة بالمئة كين في بعض المحطات كين تطابق وتشابه لكن مشكله المهم هو أنه الوضع في الجزائر مختلف عن الوضع في فلسطين لماذا؟ لأنه في الجزائر مثل ما كنت نقول أنا كانت هناك أراضي شاسعة وديان وجبال وبالتالي الفرنسيين ما كانوش هما يعني تحكموا في الجزائر مثل ما يحلوا لهم لكن في الوقت نفسه الجزائر كانت تعيش أوضاع غير أوضاع اللي نحن الآن نعيشينها لم تكن لديهم كاميرات ولا انترنت ولا طرق التواصل ولا طرق المواصلات كانت الناس عيشة الفقر وعيشة المزيرية كانت الناس تنتقل على الأبغال وعلى الدواب وكانت الناس في وضع الله أعلم به لكن حاولوا ناس يناظلوا الآن لما انت تشوف يا صاحبي ناس كيف شرها تتكلم بذلك المستوى انت على الخطابة وذلك المستوى الثقافي والحرب النفسية اللي راهم يستخدموا فيها وتشوف الطرق اللي راهم يستخدموا فيها متطورين يعني بشكل كبير مقارنة بالتقنيات التي تستخدم الآن وذكاء الاصطناعي اللي راهم يستخدم الآن الناس كانت بالموس البوس عادي كما يقولوا وبالمكحلاء لكن مع ذلك الشي اللي هو يصنع الفرق وشي هو هو عامل المفاجأة وهي الإرادة وهي الصمود وتحدي وتوكل على الله توكل على الله لما تسمى شغل انت متوكل على ربي يعني تسمى لما انت تحر بلاد مش يبقفاستك والله بشطار انتاعك والله بلف حول انتاعك ربي هو اللي يساعدك يعني يكونوا ناس فئة قليلة صامدة مؤمنة صابرة محتسبة ربي فيما بعد هو يجري على يدك المعجزات هذا مكان مش يقفاز منك والله شطارة لكن الوضع ربما فيه تقاطع ربما فيه تشابه لكن الوضع يختلف الآن هذو الإخوة اللي رأم في غزة في بقعة جغرافية محددة وركم تشوفوا إذا ركم سمعتم مرة على مرة قال الحرب انت استيام عدة جيوش تم استهدافها من طرف الاحتلال احتلال الصهيوني لماذا لانه كانت هناك بيعا من واحد من الحكام العرب وهو اللي اعطالهم كم يقولوا الاشيب فروخه وبالتالي هما عندهم الخطة وعلى بالهم كيفاش راهم رايحين يتم استهدافهم كباب فبدوهما ضربوا الجيوش لكن الان هذو الناس اللي راهمهم فلسطين راهم هما يستفادوا هذو راهم قراءوا ممش ناس قال لها راهم قراءوا على الحروب قراءوا على الحرب النفسية قراءوا على الإشاءة قراءوا على الإعلام قراءوا على الذكاء الاصطناعي قراءوا على استخدام الاسلحة قراءوا على النقاط الضعف وفيما بعد كل هذه العوامل هي خلاتهم على جلبة شوما يصنعوا شي جديد يا راك ما تشوفوا الان ناس راها ناس حيرة هذو الناس اللي راهم في بقعة جغرافية محددة رغم الحصار جوا وبرا وبحرا ومع ذلك يشوف كيفاش راهم يقاوموا تشوف انت لما تشوف انت يا صاحبي واحد يقتلوله 15 فرد من العائلة انتاع ويخرج تشوف اللغة اللي يتكلم بيها والهدوء اللي يتكلم به يا صاحبي ويش تقول انت يا م imminent م imminent م rebuild الناس يعني اللي حقول وحد المستوى ربي ربي انشاء الله ينصرهم هذا وش نقول ربي انشاء الله يثبتهم ورب انشاء الله يرحم الشهادة انت انت حمل انشاء الله هذه المحن انشاء الله تقول انشاء الله م MUS從 peelingح لهذا الشعب الفلسطيني اللي فعلا فعلا يعني يعني اثبت من خلال صمود ومن خلال مقاومته انو شعب يعني يستحق مش غير الحرية فالمسألة هذه منتاع الحرب فيها وجوه منتاع التشابه لكن ما زال ما وصلتش للنوفمبر احنا رأنا في اكتوبر اكتوبر ومن بعد يجي نوفمبر اكتوبر علباكم باللياره ويجي قبل نوفمبر على جال باش الناس تلحق النوفمبر لازم تكون يعني المسألة عامة مش يقال في منطقة انتع غزة بطبيعة الحال نترك في حرب والذيك لا بد من استخدام الأنفاق للجزائر كانوا يستخدموا في الكاسمات هذو رأى ما يستخدموا في انفاق هرأى ما يستخدموا في تطور كبير ثوار في الجزائر رأى ما يستخدموا في تقنيات اللي الشعب الجزائري الآن ما زال ملحقهاش فهذه مقدمة لربما نوفمبر نوفمبر اللي بحيث هو انه يؤدي الى تحرير متاع فلسطين إن شاء الله وباش شعب الفلسطيني هو يلحق للتحرير لازم الشعب الفلسطيني كامل يؤمن بالقضية أنت تحرير نعم سيبقوا الناس اللي هما خواناء عملاء وبيعين قضيتهم هذا أمر مفرغم أنه مثل ما حصل في الجزائر ومثل ما حصل في دول وحدة أخرى لكن الناس اللي يرهم هما ذرك سما يقدموا رواحهم للصفوف هذا الناس لازمش يكون عندهم تراجع والله والا الاستسلام والله كذا لازم هما يعملون من أجل تحرير بلادهم وآن الأوان هو أنه يتحرر الشعب الفلسطيني ويصير يعيش مثل الشعوب وعليش هذا ممش بشر هذا كداش أخلي ترمز الاسم من تعكب قلت لي الأمور تصداد تطور يوم بعد يوم ما تعليقك على ما قام به الحوثيون منذ قليل قاموا بقصف السواريخ بتوجه تل أبيب هل تدخل إيران على الخط؟ أرى أن أقول لك أنا لست عسكري هذا تسمى الشغل الشيء الذي سأقول لك هو وجه أنت على نظر هو تحليل لأنه هذه الخطط هذه والإستراتيجيات ومهاجمة العدو فهمت التفاصيل هذه المتعلقة بالحروب والله ذلك عندها ناس اللي هم يخذوها بشي يمشيها ضربها في الفيسبوك وفي اليوتيوب والله يخذوها وهذا ما مش محتاجين لدروسنا هذا رهم في الميدان ما محتاجين حتى الواحد لا في قناة فضائية ولا في الفيسبوك ولا في كذا رهم هما قرأوا على هذه الحروب وقرأوا على هذه الاستراتيجيات ورهم هما في الميدان رهم المحتل اللي رأوا عنده عباقرة في التخطيط وفي الأمن العسكري والأمن المعلوماتي والأمن المختلف ومع ذلك رهم هما داروا له مفاجأة اللي لم يكن يتخيلها ولا لم يكن يتصورها فالشي اللي رايح نقول لك أني عليه هو فقط وجهة نظر في بالي هو أنه هذو انت الحوثيين والله انت حزب الله والله في سوريا هما راهم شغل نقاط انت اعتماس شغل يديروا هكذا ضربات هكذا على جل بشي يخليه انت هذو الإسرائيليين ما يوجهوش هما الطاقة انت حم كلها لغزة شغل بشي يخفوا على الإخوة في غزة خفوا عليهم الضغط هذك ويشغلوهم يشغلوهم مرة على مرة هكذا يديروا المعمليات مرة تعتسل والله على جل بشي يبقاوهما لأنه انت لو كان هما رحوا يوجهوا القوة انت حم كامل ثم معلمك شرح رح يصر النتيجة قادرين فيما بعد وكان دوك مثلا هما يقضيوا عليهم يبانوا كأنهم ربحوهما في المعركة لكن لما يبقوا هما مزعين الطاقة متاعهم ومع عامل الوقت رحين ينهكوهم فيما بعد هما يوليهم ما يقدروش يواجهوا عدة جبهات إيران ما تدخلش وحدها لدخلت إيران رح تدخل روسيا وإلى دخلت روسيا رح تدخل الصين وإلى دخلت الصين رح تدخل فرنسا ورح تدخل ألمانيا ورح تدخل إيطاليا ومع بعد وشي هو رح تدخل حرب عالمية الشي اللي الآن أنا راني نشوفه قلت لكم هذه تبقى وجهة نظر ما هو لا تحليل عسكري ولا استراتيجي ولا وجهة نظر الشي اللي أنا راني نشوفه رح يصل إلى السيغة بحيث هو أنه بعد مدة يوقف القتال ورح يكون فيهم مفاوضات من أجل إطلاق صراح هذه الأسرة مقابل مسجن الفلسطينيين ورح تكون فيه مساعدات للفلسطينيين مساعدات على جلب هما يعودوا يديروا مستشفيات قال الإمارات باش تبيض العار تاحا قال هاي تبرعت بمستشفى الكويت هاي تبرعت بمستشفى السعودية هاي تبرعت بمستشفى وهكذا يعودوا الفرنسا والمريكان وكيف كيف يبعثوا لهم مواد غذائية وعاتاد وكذا وكذا لكن أنا على يقين أن الحرب ستبقى مستمرة هذور 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 هذور